أن هذه الأحقاد تجر الإنسان إلى المعصية إلى ارتكاب المعاصي الغيبة والبهتان النميمة الشائعة كل هاي الذنب دفعة واحدة يرتكبها الإنسان لأنه العياذ بالله حاقد لاحظ وأيضا يتربص بالإنسان الآخر ويتعب نفسه ووقته كله من أجل ماذا من أمور لأمور الدنيا لأمور نفس مريضة منذ سنوات سبعين سنة ومختلف مع جارة على قضية بارك السيارة توصل القضية إلى سبعين وثمانين سنة على ويش والله شايف واحد في ساحتنا الاجتماعية يقول لكن لا يسلم على الآخر لماذا أيها المسلم أخي ليش ما تسلم على فلان قال يوم كلنا إحنا الآن نكره أحد عمره خمسين سنة وستين سنة قال يوم كلنا إحنا في المرحلة المرحلة الابتدائية ساركة مني قلما شي أنا أملك والله هي موجود بالمجتمع إزاي منعطيك قلم إحنا منعطيك إياه إن شاء الله بنعوض حقد على بارك السيارة أو على حديث دار في ديوارية في مجلس أنا عندي راي أنت عندك راي وإذا تتأسس العدوة بين هذا الإنسان وأخي بين الجار والجارة بين الصديق والصديقة هذا مجتمع مسلم تجذرت عند بعض الناس تجذرت وتأصلت حقيقة ومكثت هذه الأحقاد في قلوب الكثير من الناس ولذلك وإي خسارة بعد أكثر من هذا إذا كان هذا القلب ملوث بهذه الحالات وما يتعالج الحقد يا عمي إذا إنسان عند حالة حقد غيل كلاهية لأخيه المسلم لجارة لفلان زين وتجذرت هذه الأحقاد هذا الحقد ما إلي علاج عمي ترام ثلاثة أحفظها ثلاثة ليس لهن علاج كل الأمور لها علاج لكن ثلاثة ما لها علاج أولها قال فقر مع كسل هل فقير وكسلان ما تتعالج يلا وإن الثانية قالوا أيضا مرض يصاحبه هرم هو لكبير مئة سنة عمره الله يطول عمره زين ومريض يجي إلى الطبيب وتجاوز هذا العمر على حال بسبب الهرم كبر بالسن وإيضا عنده معاناة جسدية مرض يب يناقش مسألة علمية يعني أكنت طبيب وعالجني يقول لعمي خالي سبب هذا المرض كبر السن ماكو علاج حدودي بظهرك ويش يقضي إلى الآن بسبب المرض أيضا إلى جانب المرض بسبب الهرم كبر السن يعني قال لي ما أطلع أنت طبيب وعندك العلاج وعندك الدواء قال لي عمي خالي عندي مرضى وينتظرون العلاج قال لي ما أطلع قال لي تدري ماهي دواك دواك ملك الموت ينزل عليك ويقفض صلوات ثانية نبعنا والثالث وين قال أيضا وعداوة يداخلها حسد هو اللي يختزن حقد في قلبه على فلان مثلا لكن أيضا عنده حسد ما يتعالج ما يتعالج فإذا ينبغي على الإنسان يسعى دائما إلى علاج هذه النفس من الأمراض كل ما اجتمعت على أي حال هذه الأمراض كان هذا القلب بعيد عن الله جل وعلا يتحول هذا القلب زين تتوصل تتصل هذه القضايا الأمور الذاتية المريضة الذات المريضة والعياذ بالله إلى أن ما تنصح على أي حال ما تتأثر بي نصيحة ما يتأثر بأي كلمة حتى بالمصلة حتى في الآخرة ما يتأثر يوصل للحال أنه يحقد على جاره زين والله لو يجي تقول له آية يجي تقول له حديث قال الصادق قال الجواد قال الرسول الله قال قال ما ينفع لأن الأحقاد ما كثت في قلبه على الآخر هذه الذات أصبحت مريضة ترجمة نانسي قنقر